السلام عليكم ورحمة الله. في الاسبوع الثاني من مساق التشتت الزهني في التعليم عن بعض. نبدأ بهذا النشاط التمهيدي. احمد يصلي العشاء. اراد احمد ان يذهب الى المسجد لأداء صلاة العشاء. اه ولكن لاحظ ما الذي مر به احمد. اول شيء تأخر احمد للمسجد بسبب متابعته لمباراة قولة القدم. هو مجهود لمباراة قولة القدم. هرورف الطريق ليدرك الجامعة. على باب بيته اكتشف ان جارو اغلق باب العمارة بسيارته. كان يرتدي ملابس البيت احمد. لم يكن يرتدي ملابس مناسبة. وصلت بالتأكيد متأخرا في الركعة الثانية. يحس بصداع كبير لانه لم ينام امس فترة كافية. الامام اخطأ في التلاوة عدة مرات. يعاني احمد من موغى الشديد لانه تناول وجبة غير صحية. المصلي بجوار احمد جواله يرن بنغمة موسيقية عالية. هناك طفل صغير يجري ويلعب بين الصفوف. اه يقرأ الامام ايات القرآن بسرعة وبدون تدبر وبصوت غير جميل. بالاضافة لانه يخطئ فيها. احمد يفكر في الصلاة اسناء الصلاة. يترى هل فريق احرز هدف ام لا. في الركعة الرابعة يرن جوال احمد في جروب الوطس فيخرجه ليغلقه. متحججا يعني بيغلاقه. ويقرأ ان فريقه احرز هدف. لفت انتباه احمد ان المصباح في المسجد يضيء بشكل متقطع المصباح او صور او لون السجاد اللافت الاخرى. اه ايضا لازال اهلا ما ماهنك كثير. احمد يفكر في اثناء الصلاة كيف سيتشاجر مع جر المزنع اي المزعج وكيف سيقنعه انه اخطأ. في الرقعة الاخيرة تذكر احمد انه ترك الشاي على النار بدون اغلاق الموقد لانه كان متعجلا للزهاب الى المسجد لادراك الصلاة. اكمل صلاته تأكيد مسرعا فلم يصل للسنة ولم يختم الصلاة لكي يدرك الكارثة التي قد تحدث في المنزل. اه في الطريق فتح جواله ليعرف نتيجة المباراة. هرول سريعا للبيت لمتابعة باقي المباراة. كل هذا تعرض له احمد وكلنا احمد عندما كان يذهب الى المسجد لاداء صلاة الاشياء. الان في نشاطنا التمهيدي اريد لكم ان تكتبوا في التعليقات اجابة اجابة عن السؤال التالي. صديقك احمد صاحبنا هذا يشكو لك من شروضه في الصلاة. والله يا اخي انا لا استمت بالصلاة ولست مركزا في الصلاة وحس انني شارد ولست مركزا في اي شيء. اريد منكم ان تردوا على سؤالين. مهم جدا ان تكونوا بكتابة الاجابات. اول سؤال. كيف تساعد? احمد? ما النصائح التي سوف تقدمها له? ثاني السؤال وهذا جدا مهم بالنسبة لي. وتستعينه بالخطوط التي باللون الاحمر هنا. هل احمد هو فقط المسؤول عن الشروط بمفرده? ام ان هناك عوامل اخرى داخلية وخارجية ساهمت في هذا الشروط? قوموا بكتابة تعليقاتكم انه هو امر مهم جدا حتى تفقدوا مادة هذا المساق. في الجزء تقدم ان شاء الله سوف اشرح لكم ما الذي حدث لاحمد ويحدث لنا جميعا بكل دقة. شكرا جزيلا.